اختيال الناشط تحسين أسامة الخفاجي يعني ليش تعتقد اختاره إلى بالذات بهذا الشكل بهذه الطريقة بالبصرة أكو بيها رسالة لاختيارة لشخصة أم هو ناشط الرجل عادي أم هو فاتشخصية مهمة بين المتظاهرين حتى يعرف اللي ما يعرف شوف خلي أقول لك فديح شاية صراحة هذا أتصور موقف أطفاله وأتصور موقف عائلته أتمالك نفسي عن البكاء بصورة كبيرة يعني تحسين كان قامة وطنية تشرينية كبيرة كان قامة منافسة لأحزاب السلطة كان صوت قوي ولاذع اتجاه الفاسدين والمقصرين والمهملين في البصرة من حكومة البصرة المحلية ونواب البصرة والمتنفذين والمتمسكين والمسؤولين عن قرار البصرة السياسي والأمني وغيرها الرسالة كانت رسالة بليغة سيد المحترم نحن نقرأ الرسائل العسكرية عندنا خبرة ولو بالبسيطة عشرين رصاصة أطلقت عليه عشرين رصاصة بمعناها أن القاتل نفذ هذه الجريمة بغل وحقد ولم يكتفي بإطلاق واحدة لا بل أطلقها دليل على غلوة حقد كبيرين كانتا في قلبه وكان ينتظر هذه الساعة حتى ينفذ هذه الجريمة واغتياله بالعشرين رصاصة أو العشرين رصاصة يوصل برسالة مفاتها أيها الناشطين أيها المنتقدين يا من تتعارضون مع مصالحنا كائل من كنتم في أي مكان وزمان هناك ما يكفي لدينا من الرصاص هناك ما يكفي لدينا من الرصاص حتى نملأ به أجتامكم ونطير به أدمغتكم ورؤوسكم عشرين رصاصة موفات شيء رقم خالي لا هو رقم وبرسالة يراد أن يوصلوها لها حتى يبثوا بها الرعب والخوف عند كل الناشطين والمتصيدين وعفوا والمتصدين والمنتقدين لهؤلاء هؤلاء